السلام عليكم انطلقت هذا الأسبوع منافسات دور أبطال أوروبا لهذا الموسم والتي عرفت بعض التغييرات على نظام المنافسة ولعل أهمها رفع عدد الأندية المشاركة من 32 نادي إلى 36 نادي وإلغاء دور المجموعات والاكتفاء بتجميع كل الأندية في مجموعة واحدة سيتأهل منها أول ثماني أندي إلى الدور الثمن النهائي وستلعب الأندية التي تحتل من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين مباريات فاصلة وقد شرحنا هذا النظام في فيديوهات السابقة أما في هذا الفيديو فستنتطرق وإياكم لأهم ما حدث في مباريات الجولة الأولى التي عرفت نتائج منطقية في معظمها بتألق كبار الأندية مع تسجيل بعض المفاجآت وقد توزعت مباريات الجولة الأولى على ثلاثة أيام الثلاثة الأربعة والخميس وسنعطيكم ببعض التفاصيل والأرقام وأيضا جدول الترتيب العام بعد الجولة الأولى البداية كانت بمبارتين أمسية الثلاثة والتي عرفت فوز جيفانتوس على هايندوفن الهولندي بثلاثة واحد وكان للتركي كينان يالفاز شرف تسجيل أول هدف هذا الموسم في دور الأبطال فيما كان لعب هايندوفن الدولي المغربي إسماعيل سيباري أول لاعب بديل يسجل في مناسبة هذا العام اللقاء الثاني عرف عودة فريق أسطن فيلا بفوز ثمين من ميدان يونغ بويز السويسري بثلاثية نظيفة وكان البلجيكي يوري تيليمانس صاحب أول هدف خارج الديار هذا الموسم سهرة الثلاثة عرفت فوز حامل اللقب ريال مادريد على نادي شتوتغارت بثلاثة واحد نتيجة لم تعكس واقع مجريات المباراة التي كانت متكافئة إلى حد بعيد وضياء عديد الفرص للنادي الألماني ولعل أكبر دليل على كلامنا أن جائزة رجل المباراة عادت لحاس الريال كورتوا فيما كانت النجاعة إلى جانب لعبي الريال حيث سجل مبابي أول أهدافه في دور الأبطال بقميس الريال وسجل البديل الصغير البرازيلي أونريك أول أهدافه في دور الأبطال وسحق بيار ميونيخ دينامو زاقراب الكرواتي بتسعة اثنين سجل منها الإنجليزي هاري كين سوبر هاتريك ثلاثة منها بواسطة ضربات جزاء بعد هذه الربعية أصبع هاري كين الهدف الإنجليزي التاريخي الأول في دور الأبطال بأربعة وثلاثين هدف متجاوزا هدف ألماني يونايتد السابق واين روني صاحب الثلاثة وثلاثين هدف كما عرفت هذه المباراة أول ثنائية للوافد الجديد للبافاري مايكل أوليز وفي مباراة أخرى فاز سبورتينجليش بونا البرتغالي بثنائية على ليل الفرنسي الذي تلقى لاعبه أنخيل جوماز أول طرد كما قلنا هذا الموسم بعد تلقيه إنذرين في قمة مباراة الثلاثة عاد ليفربول بفوز من سانسيرو على حساب الميلان وهو أول فريق يقلب تأخره هذا الموسم إلى فوز وجاءت نتائج مباراة الثلاثة على النحو التالي مباراة الأربعاء شهدت أول مباراة تنتهي بدون أهداف وكانت بين بورونيا الإيطالي الذي يشارك لأول مرة في دوري الأبطال وفريق شخطار دوناتسك الذي كان لاعبه هيورهي سوداكوف أول لاعب يضيع ركلة هذا الموسم وفي مباراة أخرى فاز سبارتا برايك أتشيكي على ردبول سالسبورغ النمسوي بثلاثية نظيفة نفس النتيجة فاز بها بوريسيا دورتموند وصف النسخة الماضية في ميدان كلوب بروج البلجيكي ثلاثية ثلاثية كلها كانت بواسطة البدلاء وكان الإنجليزي جيمي جيتيناز أول احتياطي يوقع ثنائية هذا الموسم وفاز سالتيك الأسكتولندي على سلوفان براتيسلافا بنتجة كبيرة وهي خمسة واحد وكان حارس جيرونا الأرجنتيني باولو غازانيغا صاحب أول هدف عكسي هذا الموسم حيث وفي أول مشاركة للنادي الكاتلوني في دوري الأبطال أهدأ الحارس غازانيغا الفوز للنادي باريسان جيرمان وأهداه النقاط الثلاثة في الأنفاس الأخيرة قمة مباريات الأربعاء بين السيتي والأنتر طرفي نهائي 2023 انتهت سلبية وهي أول مباراة للسيتي في 2024 لا يتمكن فيها من زيارة الشباك وجاءت نتائج مباريات الأربعاء كالأتي سبارتا براك 3 الادبول ساسبورغ 0 بورونيا 0 شخطار تونتسك 0 مانشستر سيتي 0 أنتير ميلان 0 باريسان جيرمان هدف جيرونا 0 كلوب بروج 0 بوريسيا دورتموند 3 سلتيك 5 سلوفان براتيسلافا 1 مباريات يوم الخميس عرفت بداية قوية لبطل الدوري الألماني باير ليفركوسن العائد بفوز كبير بربعية نظيفة من ميدان فاينورد الهولندي سجل منها حارس فاينورد الألماني تيمون فلينورورثر هدفا ضد مرمائها كما عاد بن فيك البرتغالي بالفوز من سربيا أمام النجم الأحبر لبايقراد بـ 2-1 وبنفس النتيجة فاز براست الفرنسي في أول مشاركة له على شتوم غراز في مباراة فاز بها كما قلنا بهدفين لهدف واحد وهدف شتوم غراز سجله لعب براست السويسري إدميسون فرنونداز ضد مرمائها نادي فرنسي آخر سجل الفوز وهو نادي موناكو أمام برشلونة الذي تلقى لعبه إيراك غارسيا بطاقة حمراء مباشرة في أول عشر دقائق نقص عدده استغله فريق الإمارة الذي افتتح باب التسجيل بواسطة ماغنيس أكليوش وعدل رمين يمال النتيجة للبرصة بعد ذلك وهو أول هدف له في دور الأبطال وهو بالمناسبة أصغر لاعب يسجل هدف في دور الأبطال هذا الموسم لحد الآن في سن 17 سنة وشهرين وفي آخر 20 دقيقة منح النيجيري جورج إلينيخيينا هدف الفوز لفريق موناكو وعكس البرصة فقد حقق أتليتيكو مادريد النقاط الثلاثة في مباراته أمام لايبزيتش ولو بصعوبة كبيرة حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة عن طريق الأورغواياني خوسي خيميناز آخر المباريات الجولة الأولى عرفت تعادل أطالنطا الإيطالي وأرسنال بدون أهداف مع تضيع لعب أطالنطا ريتغوي لركلة جزاء وقد جاءت نتائج الخميس كالتالي فينورد روتردام الصفر باير ليبركوسن أربعة النجم الأحمر واحد بنفيكا اثنان براست اثنين شتم قراز واحد موناكو اثنين برشلونة واحد أتليتيكو مادريد اثنين لايبزيتش واحد أطالنطا الصفر أرسنال الصفر والآن إليكم بعض أبرز الملاحظات والأرقام من الجولة الأولى من بين 18 مباراة تم تسجيل 15 انتصار مقابل ثلاثة عادلات والمن المصادفة كانت هذه التعادلات كلها سلبية صفر مقابل صفر تم تسجيل 10 انتصارات للفرق المحلية مقابل 5 انتصارات للضيوف تم تسجيل 56 هدف في 18 مباراة بمعدل 3.11 في كل مباراة وهو معدل مرتفع والأهداف ال56 كانت هي ب34 هدف للمحليين و22 هدف للضيوف كما تم تسجيل ثلاث أهداف عكسية كما قلنا سجلان منها هدفان الحراس ضد مرمىهم كما تم تسجيل حالتين طرد واحدة بانذارين وواحدة طرد مباشر كانت للعابة البرصة غارسيا أكثر نتيجة تكرارا في الجولة الأولى هي نتيجة 2 مقابل 1 وقال تم تسجيلها في 4 مباراة ثلاثة نتيجة 3-0 في 3 مباراة وفي 3-1 أيضا في 3 مباراة وصفر مقابل 0 أيضا في 3 مباراة بينما نتيجة هدف مقابل 0 لم تسجل سوى في مباراة واحدة وكانت في مباراة البياجي أمام الجيرونا هدف الجولة الأولى بأربعة هدف هو هاري كين أما الترتيب والذي سندكره سريعا فسيتكون من الفرق الثمانية الأولى وهو ترتيب افتراضي لحد الآن بما أننا في الجولة الأولى فقط لكن حتى تتوضح الأمور فقط الثمانية الأولى وفارق الهدف هنا يلعب دور كبير الثمانية الأولى كما قلنا تتأهل مباشرة لثوم النهائي من تاسعة إلى 24 تلعب الدور يعني التصفوي ذهب وإياب والأندي من 25 إلى 36 تعتبر مقصات إذن إليكم الترتيب في المرتبة الأولى باير ميونيخ الثانية سالتيك ثلاثة ليبر كوسنة ربعة أسطن فيلا خمسة بورسيا دورتموند ستة سبارتا براك سبعة ليبر بوثمانية جوفانتوس وهي المتأهلة حاليا آليا بهذا النظام تسعة ريال مادريد سبورتينج عشرة سبورتينج ليشبونا حداش بنفيكا ثناش أتليتيكو مادريد ثلاثاش بريست أربعتاش موناكو خمسةاش باريس سان جرمن هذه الأندية من المرتبة الأولى حتى المرتبة الخمسة عشر هي بثلاث نقاط لكن مع اختلاف فارق الأهداف في المرتبة الستاش هناك أرسونال سبعتاش أطارنطا ثمانتاش بورونيا تسعتاش أنتير عشرين مانسيتي واحد وعشرين شخطار هذه الأندية من ستاش إلى واحد وعشرين هي بنقطة واحدة في المرتبة ثلاثين وعشرين برشلونة بسفر نقطة ثلاثة وعشرين ليبزيتش أيضا بسفر نقطة ربعة وشرين شطوم القراز خمسة وعشرين نجم الأحمر ستة وعشرين جيرونة سبعة وعشرين أيندوفن ثمانية وعشرين شتوتغارت تسعة وعشرين ميلان ثلاثين ليل واحد وثلاثين كيلوب بروج ثلاثين سالس بورغ ثلاثة وثلاثين يونغ برويز ربعة وثلاثين براتيس لابا خمسة وثلاثين فاينورد وستة وثلاثين دينامو زاقراب مباراة الجولة الثانية ستكون يومي واحد واثنين أكتوبر وسنعود لها لاحقا بالتفصيل كما قلت ما هي أكثر إحصائية لفتت انتباهكم وأيضا ما هي ربما الإحصائيات التي نسيناها في الأخير عفوا على الإطالة شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة للجميع أيضا لا تنسوا الإعجابة بهذا الفيديو تقديرا على مجهودتنا أيضا لا تنسوا الاشتراك في قناتنا حتى نصل ولو إلى خمسة ألاف مشترك بما أن قناتنا فاتية لحد الآن شكرا لكم على المتابعة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المتابعة عبد الشيئ لكم على المتابعة شكرا لكم على اوضع